قريراً ميدانية أعلامية تنقل الجزء الأول من حيثيات الوضع العسكري في مدينة الموصل الشمالية العراق مباشرةً بعد أعلان رئيس الوزراء الدكتور حيداً لعبادي عن بدء عملية تحرير الموصلة حيث قالت مصادر عراقية من أرض معركة استعالة الموصلة أن خط الدفاع الأول لعناصر داعش في محور بحشيقة قد انهار مع تقدم للقوات العراقية المشتركة وبدأت قوات البيش مرقى قصفاً مكثفاً على مواقع تنظيم داعش في مناطق بعشيقة والحمدانية بصواق الكاتيوشا ليكون جيش العراقي هو المعني بالتقدم خلف تلك الحدود باتجاه سهل نينوى وسيطرة على البلدات الكبرى هناك ورجحت المصادر أن تتقدم القوات العراقية خلال ساعات سوب القرى التي تسعى لسيطرة عليها وتحرص وزارة الدفاع العراقية على إرسال المزيد من التعزيزات إلى أطراف الموصلة بينما بدأت طائرات التحالف الدولي طلعات استطلاعية ربما تتبع طلعات هجومية وقبل ذلك بدأت قوات البيش مرقى تحركات على محور محيط الخازار شرقي الموصلة لبدء الهجوم بينما وصلت القوات العراقية إلى محيط حمام العليل الذي يبعد نحو 50 كم جنوبي الموصلة وهي تتبادل القصف مع تنظيم داعش أما طرعات الجولة التحالف هي تهتف لجمع المعلومات وأرز حركات تنظيم داعش في محيط شرقي وشمالي وغربي الموصلة بهدف توجيه ضربات هجومية